موسيقى موسيقى يا اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 بداية كده ان شاء الله بإذن الله ربنا يكرمنا بكرة نفوز على كاب فردي ربنا يكرمنا ونسعد لدور الستاشر دور التمانية سيمي فاينال فاينال ونكسب البطولة وللأسف وإحنا بنحلم ونتمنى وبندعم ونساند تحصل ظروف وحاجات بيني وبينك كده هي معاكسات أو عكسات مش عاملين حسابها وكأن قدرنا ان احنا نعيش دائما في ضوضاء دائما وابدا كلما الامور تحسها سلكة والامور الدنيا هادية على المستوى المحلي والاندية والبطولة المحلية على مستوى البطولة القرية على مستوى المنتخبات كلما الدنيا ده ده من حيث لا تدري يا مؤمن تحصل الظوضاء والله من حيث لا تدري وكأن ده قدرنا النهار ده جاي احكي لكم الحكاية بكل المعلومات الممكنة بطبيعة الحال وعندونا قصد هدي رأي وانا بقول ليه عندولا قصد عشانا بحاول امسك نفسي انا ما اقولش رأي بس هتطر اقول رأي ما اقدرش بلدي ومنتخب بلدي واسمي كبير في تاريخ هذا المنتخب محمد صلاح فطبيعي في النص هقول رأي بس الاول اقول لك كل المعلومات الممكنة وده اللي اكيد هيهمك ممكن رأي ما يهمكش ممكن رأي ما يهمكش حقك لكن المعلومة المتأكد انك عايز تعرف المعلومة واللي حصل في حكاية محمد صلاح انه هيسمه عسكر منتخب مصر وهيرجع ليفربول عشان يتعالج هناك من الاصابة بتاعته ده خبر قاله يورجان كلوب النهاردة في مؤتمر صحفي الصحفين بيسألوه على محمد صلاح فالواجل قال مش بنسبة 100% ولكن غالبا محمد صلاح هيرجع ليفربول عشان يتعالج من اصابته وانا شايف لده ده منطقي وقال التصريحات ده وهنا اللحظة اللي الدنيا فيها قامت وما عادتش وبصراحة شديدة اي واحد هيبقى متعصب ومتدايق وزعلان دلوقتي منطقي وطبيعي بس لما هتفهم ولما هيبقى عندك المعلومة ربما غضبك يقل زعلك يقل واحنا مشكلتنا دائما في الرياضة المصرية نقص المعلومات ان المعلومة ما بتوصلش كاملة فيحصل اللبس وتحصل الازمة وتحصل او يحصل الحاجات اللي ما بنحبهاش اللي هو ضرب يمين وشمال شوف مين في وشك وضرب فيه وارتاح وطلع غضبك طيب المعلومات ايه بص يا سيدي كل ما هو قادم طبقا لمصادر مسؤولة في قد فوار في منتخم مصر مش من هنا كمان مش من اتحاد الكورة مش الممنى اللي موجود في الجبلية لا من معسكر منتخم مصر هقولك كل التفاصيل الممكنة وهجوبك على كل الاسئلة اللي بتدور في ذهنك اول سؤال هو اتحاد الكورة مش من يومين طلع بيان وقال ان محمد صواء هيغيب فقط عن مباراة جاب فيردي ومباراة دور الستاشر هيغيب مباراتين فقط ايه اللي حصل ايه الجديد ليه الكلام تغير ليه اتحاد الكورة قال ان صلاح هيروح ليفر بولو ويرجع في السيبي فاينال ويرجن كلوب قال لا ده هيرجع في الفاينال والاتنين قالوا احتمال ايه اللي تغير اقولك تبقى لمصادرنا جوه منتخب مصر تكون ديبوار برضو انا واضح مش مسؤول او عدو مجلس الدراف اتحاد الكورة موجود هنا معانا في الجبلية في الممنة بتاع لا اشياء احنا حاولنا واجتهدنا قبل ما نطلع نور رأي وخلاص ان احنا نجيب لك المعلومة هم قالوا ايه اللي في المنتخب طبيب منتخب مصر الدكتور محمد ابو العلا اجرى الاشاعة لمحمد صلاح واثبتت انه عنده شد من الدرجة الاولى هيغيب قد ايه من اسبوع لعشر تيام يعني تقريبا مبارتين لمنتخب مصر الاشاعة دي اتبعتت لليفربول بطلب من ليفربول عايزين نتطمن على اللعيب بتاعنا فليفربول قال للطبيب المصري او لمنتخب مصر لا الاشاعة دي غلط الاشاعة دي مش واضحة والتشخيص مش صحيح طب انتو عايزين مننا ايه لو سمحتم اعملوا اشاعة تانية نتأكد بتقنيات اعلى يعني فراح المنتخب عمل اشاعة بتقنيات اعلى وارسلها لليفربول فليفربول قال لا الاصابة دي غياب اللاعب عن الملاعب فيها مش سوى وعشر تيام ده اكتر من كده احنا بنقول لا ممكن يبقى سوى وعشر تيام ليفربول قال لا مستحيل على الاسبوعين طيب رجع ليفربول لطبيب المنتخب وقال له طب احنا محتاجين اجراءات طبية معينة باشعاعات معينة وايا وايا وحاجات زي كده فطبيب المنتخب رجع ليفربول قال له لا والله الامكانيات دي كلها مش هتبقى متوفرة هنا في كود ديفوار فراح الراجل بتاع ليفربول قال له طب لمصلحة اللاعب لمصلحة النادي لمصلحة المنتخب اللاعب ييجي عندنا نعالجه ولو بقى جاهز يرجع لكم تاني هنا بدأ الكلام في المنتخب يبقى فيه قلق طب هنطلع نقول للناس ايه محمد صلاح ساب المنتخب وهو بيلعب في كاس الوام الأفريقية وهو قائد المنتخب نسيبه معانا وخلاص نسيبه يكمل معانا وخلاص حتى لو العلاج منفعش في كود ديفوار فيكمل معانا وخلاص حتى لو ملقبش اي مباراة عشان محدش يقول علينا ان او يقول على محمد صلاح انه ساب المنتخب في ظروف صعبة ولا نسيبه يروح يتعالج في ليفربول يمكن يجينا يمكن ربنا يكريمنا ونصل سيمي فاينال وفاينال ويرجع الينا يفيدنا فهنا بدأ السؤال يبقى صعب الكلام ده حصل امتى حصل مبارح مش النهاردة وحصلت مناقشات عديدة جدا لحد ما بص بقى روي فيتوريا وافق على صفر محمد صلاح الى ليفربول رئيس البعثة وافق على صفر محمد صلاح الى ليفربول المشرف العام على المنتخب وافق على صفر محمد صلاح الى ليفربول محمد صلاح كان المفروض يسافر محمد صلاح رفض الصفر الى ليفربول الا بعد انتهاء مباراة كاب فردي انا هنا بكلمك على اللي حصل في معسكر المنتخب لكلمتك بقى الصلاح ممكن يحصل له ايه في ليفربول لو مرجعش مش هيحصل له حاجة حط دي على جنب مناش دعوة وحتى لو يحصل له منتخم مصر اهم من كل حاجة بس الحكاية وقفة فيه انه ما كانش هينفع يتعالج هناك وكان فيه مشكلة فيه شكوك في الاشعاعات اللي اجراها في كودفار واللي اتنين شكين سواء منتخم مصر طبين منتخم مصر او ليفربورد فالحل كان ايه انه يرجع يلحق يتعالج في ليفربورد صلاح كان المفروض يطير الانجلترا امبارح واقعد معاي رئيس البعثة واقعد معاي المشرف على المنتخب واقعد معاي المدير الفني وكانوا بيقنقوه انه يسافر امبارح واللاعب اصر انه يسافر بعد المباراة كافيردي وهو اللي طلب انه يبقى موجود في المؤتمر الصحفي النهاردة بالمناسبة في المؤتمر الصحفي النهاردة محمد صلاح قال انه فيه بيان هيطلع من اتحاد الكورة وليفربول بخصوص الاسابة بتاعته ما قالش لما تسهل عن اسابته ما قالش ان انا هجيب المباراة اللي جاية او اللي بعدها بس الحكاية اكبر من مجرد مبارتين طيب فيه سؤال تاني طب ليه اتحاد الكورة مبارح ما طلعش في بيان وضع فيه الكلام ده اتحاد الكورة ارتقى بغض النظر بقى في دي هنطفق او نختلف بس ارتقى اتحاد الكورة انه بلاش نعمل بلبلة دلوقتي ونستنى بعد مباراة جافردي ونحكي الحكاية مع ليفربول في بيان مشترك وبعدها محمد صلاح يسافر عشان اللعيبة او المنتخب ما يحصلش البلبلة اللي احنا منتكلم فيها دي دلوقتي وهي ليلة المباراة للأسف احنا منتكلم عشان الحدث فرض نفسه هو الطبيعي ان احنا بقى كنا مركزين كلنا مع المنتخب بكرة وماتش المهم بس الحدث فرض نفسه ده كابتن المنتخب اهم لاعب في المنتخب اهم لاعب في تاريخ مصر فبطبيعة الحالة هيبقى الكلام عليه طيب اللي حصل ان يورجن كلوب بعد مباراة ليفربول النهاردة طلع في المؤتمر والناس سألوه على محمد صلاح فحكى الحكاية حرق المفاجأة بيني وبينك يعني احنا مش محضرين حاجة احنا وليفربول احنا اتحاد الكورة وليفربول ليه يورجن كلوب حرق فاضطر اتحاد الكورة بما ان يورجن كلوب حرقها انه يطلع بيان ويقول انه صلاح هيسافر ليفربول وممكن يبقى معنا قبل مباراة نصف النهاردة اتحاد الكورة هيوضح كل ده من رئيس البعثة الاستاذ خالد الدرندلي بكرة بعد المباراة انا جبتلك كل اللي هيقوله استاذ خالد الدرندلي بكرة بعد المباراة بالمناسبة هو مش عايز يتكلم دلوقتي عشان ما يفكوتش المنتخب تركيزه اقام له مباراة كاب بردي دي المعلومات ودي الحكاية كلها وتاني وطبقا للمعلومات وليس دفاعا عن محمد صلاح عشان عارف الناس دلوقتي اي كلمة هتتقال كويس الحق ده بيقوله محمد صلاح كويس انا هقول كويس بالمناسبة مع كامل الاحترام والله لكل الناس وكل القراء اللي فوق راسي واللي بقدرها ومتفهمها جدا وفكرة ان محمد صلاح يبقى مش موجود في المعاسكة المنتخب دي حاجة تخد يكونو كابتل للمنتخب اكتر حتى ما يبقى رجله كمان في الملعب حاجة تخده وتدايق بس لازم حلاك تفهم المعلومة الراجل ده بقى الحكاية مفهود يسافر وانا هفضل مع فريقي لحد مباراة كابفردي تخلص وان شاء الله نسعى للدور القادمة طيب انا النهاردة وانا داخل حتى زميلي شايفيني متوتر ومتدايق وزعلان جدا ليه زعلان نهاردة محمد صلاح في المؤتمر الصحفي واعرضه لحضراتكم بعد شوية كان كلامه في منتهى الزكاء في منتهى الزكاء يعني ايه في منتهى الزكاء بص الأسئلة اللي بتسألت لمحمد صلاح عشان تفهم العقلية راحت لفين بالمناسبة يعني بالمناسبة الشيء بالشيء يذكر عشان قبل العبس ده ما كان يحصل كله يعني انا كنت عايز اشكر كل زملاء الصحفيين المصريين اللي كانوا موجودين في المؤتمر الصحفي النهاردة المنتخب مصر قبل المباراة كابفردي في أسئلة سمعتها واقول أسماءهم كلهم زملاء أعزاء الأستاذ خالد رزق الأستاذ أحمد فاروق الأستاذ عبد الرحمن طارق والأستاذ هيسم التبعي وكان في حد كمان للأسف انا مش فاكر مين دول المصريين اللي سألوا الأسئلة بقى كانت ايه انا ليه بقول أسماءهم عشان تعرفوا زكاء الصعف المصري وقوته في سؤال نجم نجوم كرة القدم العالمية السؤال الأول هو أنت بتلعب مع منتخب مصر أقل ما بتلعب مع ليه بربول السؤال الثاني منتخب مصر بيتحرر لما بتخرج من الملعب السؤال الثالث السؤال الثالث هو أنت تهربت من المنتخب أسئلة كلها قاتلة والله 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 لو تسألت للاعب موجود في الدور المصري مع كامل اللي احترام للجميع هيسيب المؤتمر ويمشي يا على الأقل هيخش بخناها مع الصحف اللي قاعد ده وانتوا جربتوا كتير كل الإجابات بتاعت محمد صلاح كانت بابتسامة وإجابات منطقية هادئة زكية كلها بتقول أن منتخب مصر أهم أن احنا منلعب كفريق أن المنتخب ده مش منتخب محمد صلاح كل الكلام كلام واحد محترف بشكل رائع طيب آه يا عم كريم انت هتدفع على محمد صلاح زي كل يوم تعرف أن الكلمة دي الوحدة بحد ذاتها غريبة غريبة هو يعني إيه حد يدفع عن محمد صلاح بلاش بلاش أنا هتكلم بصراحة هو يعني إيه حد يطبل محمد صلاح ليه يعني ليه أصلا طيب بلاش محمد صلاح النهار ده قال أنا بسمعش الحد صح أنا بركز في شغليه بس يعني لو هو سمعنا أنا وأنا بدافع عنه لو اعتبرت ده دفع يعني ولا بيسمع حضرتك لو أنت بتهاجمه ولا بيسمع حاجة يعني يعني إيه الأسهل إيه بالمناسبة في الوقت ده ليه والغير اللي شبه هي يعني أنا أطلع أقول لك أهاجم صلاح بقى زي ده ده في موجة دلوقتي مشى يلا نهاجم محمد صلاح تم نركب أركب معاكم ويعني أنا أخذ إيه من محمد صلاح يعني هخيني أعمل محور يا ريت نفسي والله بس مش هخيني أعمل محور يعني هلقيمني في المنتخم مكان عمر كمال عبد الواحد وراه مش بقرة فلعب فيش استفادة مباشرة يعني لكن أنا أخذ استفادة بقى لي 12 سنة استفادة معنوية استفادة فيها فخر والشرف ما شفتوش من أي لاعب مصري على مر التاريخ ده أنت وأنا كنا بنعد يصعب علينا ونقول هنفضل لحد إمتى نشجع اللعيبة الأفارقة اللي موجودة في أنديها على مية زي دروكبا وإتو أديبيور وكانوا وغيرهم نفسينا نشجع لعب مصري أفريقيا نفسينا نقول لعب مصري كسر الدنيا في ملاعب أوروبا وتعالي بقى هنا يقول لك أسلم حمد صلاح ما عملش حاجة لمنتخم مصر هو مين دا اللي ما عملش حاجة لمنتخم مصر محمد صلاح من 12 سنة هو هداف منتخم مصر هو أفضل لاعب صنع أهداف هو أكتر لاعب شاركة في بطولات هو أكتر لاعب شاركة في مباريات محمد صلاح يا فندم في الجيل الحالي هو أكتر لاعب شاركة في مباريات مع منتخم مصر مين دا اللي يتهرب أو مين دا اللي يسيب منتخم مصر ما فيش لاعب أفريقيا لاعب في أوروبا على مستويات عالية إلا يام اعتذر واعتذر واعتذر عن مباريات لمنتخبات بلده أنا ضد الظلم ما عرفش أنا أركب موجة وقول إيه ما تأمن نفسك ياعمو وخليك مع الناس بدل ما حد اجتمع لا مش هعرف أعمل كده صلاح قد كتير لمنتخم مصر وبعدين ليقولك إيه أصدقام بيدي النفس يعني إيه بيعمل لنفسه يعني إيه بالمناسبة يعني فيه لعي بقى أفارقا كتير قوي وعرب أفارقا بيلعبوا في أوروبا ما لمسوش رجلهم ما لمستش أميس منتخب بلدهم عشان مش فارق معهم من المنتخب بتاع بلدهم أنا كده كده بصنع كارير في العالم فكده كده محمد صنع كارير بتاعه وعمل نجومية وبقى أحسن لعب في العالم وهو مع ليفربور بالمناسبة مش مع إنجازاته مع منتخب مصر ورغم كده وخليك هادي وركز معي إحنا وصلنا نتنين نهاية كاس الأهم الأفريقية مع محمد صلاح وصلنا كاس العالم بعد غياب سنين طويلة 28 سنة مع محمد صلاح إن شاء الله نسعد تفاصيلات كاس العالم الحالية مع محمد صلاح محمد صلاح لف ملاعب أفريقيا السيئة والليم السيئة ومقالش في مرة أصلاها مش عايزة لعب في الملعب ده ليجيلي إصابة أو الحاجة عشان عندي مطش موهمة مع ليفربول محمد صلاح كتابه مخلوعة بعد فاينال شامز ليجي 2018 وراح بالإصابة كاس العالم ولعب آخر مباراة في كاس العالم وهو برضو مصاب وسجل هدفين وباعدين يقول لك موه برضو كده يا كريم ما هو مخدش كاس أفريقيا مع منتخب مصر وهو جماعة زي ما هو راجل أقلي النهاردة أنا بلعبش لعبة فردية بلعب لعبة جماعية ومش عايز أقلم من زميل عشان كلهم بكرة إن شاء الله أبطال ويشيلوا المسؤولية ويلعبوا قدام كابفردي بس تفتكر معايا كده كاس العالم فاينالك كاس العالم اللي فات إيميليانو مارتينيز لو ما كانش شال الكورة بتاعت كله موانيه لهاجمة اللي كانت في الوقت الإضافي ده بتاع مواجم فرنسا لو ما كانش شالها ببراعة شديدة ببراعة شديدة هل مثلا والأرجنتين ما خدتش كاس العالم ومسي ما عمدش اللقب اللي أخده مارادونا كايت الناس في الأرجنتين هتو وإن كانت الأرجنتين هاجموا مسي كتير بس خلاص مسي ما بقاش أسطورة مسي بقى خاين مسي بقى بقى ما هو في النهاية اللي جاب البطولة في الآخر لمسي مش بس المباراة الأخيرة طوال كاس العالم يعني نجم الفريق الأول أصلا يعني كان إيميليانو مارتينيز طب لو إيميليانو مارتينيز ما خدتشالك كام كورة دولك يا حارس مرمى كان مسي خد كاس العالم هيفضل مسي لعب عظيم خد كاس عالم ومخدش كاس عالم هيفضل صلاح عظيم يا جماعة خد كاس أمم أفريقيا ومخدش نفسنا طبعا إنه يساعدنا ونفسنا طول الوقت إنه يقف مع منتخب مصر واسأل وأنا في مرة لما إن شاء الله منتخبنا يرجع بكاس البطولة وأوعدكم بدا هنحاول نجيب لعبة منتخب مصر اللي كانوا موجودين في كاس الأمم الأفريقية أو حتى اللزام له محمد صلاح على مدار تاريخه مع منتخب مصر اسألوهم أنا وزميل الإعلاميين اسألوهم هو صلاح دوره إيه في معسكر منتخب مصر هيقولولك أنا بس ألاصل اللعيبة إحنا بنخاف منه وبنلتزم جدا في المعسكرات عشان محمد صلاح إحنا بنقلق إن إحنا ملعبش كويس في الملعب عشان محمد صلاح هيكلم معنا بعد المباراة محمد صلاح هو أول واحد بينزل التدريب محمد صلاح هو أول واحد بينام بدري محمد صلاح هو أكثر لعب بيعبق في الملعب اسألو بلاش كريم أو أنا بطلم من زبايل لو كريم ما جابش لعيبة منتخب مصر بطلم منهم لما تيجوا تصطيفوا لعيبة منتخب مصر لما يرجعوا بكاس البطولة اسألهم على محمد صلاح والتزاوه مع منتخم مصر ما بيجيش نوزها أنا هقول لكم الآخر وبعد كده هروح لمؤتمر محمد صلاح النهاردة في مواقف ودي الخلاصة يعني اشتغل تفكر فيها براحتك يعني في مواقف كتير بعيدة عن قرة القدم كان نفسك محمد صلاح ياخدها ولما حسيت انه محمد صلاح ما خدهاش بالشكل اللي انت عايزه اللي انت عايزه امش بقول ان هو كان غلطان بس اللي انت كنت عايزه فبدأ يتربى جواك حاجات انه محمد صلاح مزينا احنا ما منحبش محمد صلاح محمد صلاح ما عملش اللي احنا كنا نفسنا فيه بس والله العظيم حتى لو عندك حقف ده ده ملوش علاقة ابدا بكرة القدم ملوش علاقة ابدا انه محمد صلاح ادى كتير لمنتخم مصر شوف انا بقولك كلمتين دول وانا عارف انه ممكن ادفع تمانهم جماهريا بس بقولهم لواجه الله اللي انا شفته بعناية من محمد صلاح واللي سمعته من زميله عن محمد صلاح اللي سمعته من مدربينه عن محمد صلاح الاركام اللي حققها محمد صلاح مع منتخم مصر ما تخلنيش غصبا عني والله اشك فيه لحظة واحدة بس واحدة والله واحدة من المليون انه ممكن يكون قاصد انه يبقى لعن منتخم مصر ده رأيي وارجوكم احترموه زي ما انا بحترم القراء جميعا وحتى لو انت مش عاجبك رأيي فانت طمعا حر مية في المية حر بس انا حكيت لك القصة دي عشان تبدأ تحسبها او تحاول تعيد حسابتها مرة اخر اسمع محمد صلاح في المؤتمر النهاردة وشوف هدوءه والزكاءه في الرد على اسئلة بينك وصين كده بيتقال عليها اسئلة قد تبدو اسئلة سليمة ومهنيا رائعة زي ما اشدت بزملاء الصحفيين بس ممكن تصنف عند بعض اللاعبين انها اسئلة مستفزة محمد صلاح رد بمنتهى الزكاء والهدوء اسمع صلاح اقل ايه وتعال جو لوحش فوقع الكل مش علينا فبسك مصر اللي انا دايما بحب بص الحاجة من الحتة الايجابية بس الكرة دايما بتدينا فرصة الحمد لله في مصر لمصر ادتنا اخر ماتشين تعادلنا في الاخر خالص والجزائر نفس الكلام فدي ده احساس بالنسبة لنا ودايما بقول لعيبة الكرة عايزك توصل الكرة عايزك تطلع قدام فده الحاجة الايجابية الوحيدة اللي اخدها من الموضوع لكن الكرة عمتا حواليك في افريقيا بتتطور بشكل كبير احنا معراش الجزائر يعني فيها عدد كبير او من المحترفين مصر اقل شوية طبعا العوامل كتير مشانو قد نتكلم فيها بس الكرة في افريقيا عمتا الفرق كلها بتسيب اللعيبة تلعب تتروح من وقت الصغير نهاية تحترف وتلعب فاطبر الاندية وده بيقود على المنتخبات بشكل كبير وعلى اللعيبة نفسها وعلى الدولة وكل حاجة فاحنا عندنا برضو لازم نسيب اللعيبة من سن اصغر شوية ان هم يحترفوا ومن ومن نجمش اللعيبة زيادة عن اللزوم ده شايف ان ده سبب رئيسي بيخلي اللعيبة ان هي عايزة توعيش بلدها ان هي متنجمة زيادة عن اللزوم وفي نفس الوقت الاندية مصعباها عليهم ان هم يمشوا لكن انا بلعب رب من 12 سنة عوقتها ما فيش فرق كبير او في الامكانيات بس فيه فرق في العقلية شوية ان هو ده عارف ان ده شغل هيعمله كل يوم متواصل الامكانيات كلها رئيبا من بعض فاتمانى ان شاء الله ان احنا في البلاد العربية عامة ان احنا نسيب بعمل ببساطة على تونس نفس الكلام عنداش لعيبة كتير تلع فورب فاتمنى يا رب بس ان دي حاجة تتغير عندنا ونطلع لعيبة بدر الاصابة هيبقى فيه كلام بين النادي والمنتخب ويتكلمه في الموضوع ده بعد المؤتمر او بكرة الصبح ففيه ستاتمن نازلة الناس هتشوفها بالنسبة للأداء ما اقدرش اقول لك بصراحة حاجة واحدة معينة انا لعيت ماطش ونص صح؟ انا لعيت ماطش ونص بحاول على كل بحاول على كل حاجة قدر اعمالها ان اكون كويس في الماطشين ممكن كنتش موافق في الماطشين الاولاني في الاخر انا جاي هنا مش عشان لعب كرة فردية انا بحاول لعب كرة جمعية للفرقة كلها ما كناش موافقين الفرقة كلها ان احنا كنا بنلعب كرتنا اللي احنا معروفين بيها الماطش الاولاني لكن ده بيحصل في الكرة ودوارد جدا في الكرة ومش دايما بنبقى كويسين عشان عشان نكسب الماطشات بس اهم حاجة انا شايف الحاجة الايجابية ده حصرت ان احنا في الماطشين الاقرار واحنا متاخرين ادرنا نحن نتعادل ونبقى موجودين لسه في البطولة فما عنديش تفسير معين لتحليلنا الشخصي لان كده احنا اخدنا الكرة كلعبة فردية فالكرة طبعا اللعبة جمعية انا شايف بس ان خلاص انا مش موجود الماطش الجاي اتمنى ان شاء الله اي حد موجود ده اللي احنا قلناه بنشرطين الماطش اللي فات انه يقدي بشكل كويس ويحاول يتسب الفريق وده اهم حاجة احنا ده متخب مصر مش متخب صلاحه صلاح واحد من دن سبع عشرين لعيف المتخب فشايف ان ان شاء الله انا متفاعل جدا واللعيبة متفاعلة واتكلمنا مع بعض وان شاء الله نقدر نكسب ماطش بكرا اهم حاجة بصرا انا انا اعطل روعدك من هنا انا ما شكتش اي حاجة انا داخل بطولة عارف انا عايز اي منها مركز الشغل كويس اوي ما ليش دعوة الناس بتقول ايه او ما بتقولش ايه لكن متفاهم طبعا فكرة ان انت تنتقد منتخب بلدك او اللعيبة عشان فاتر ما كسبوش دايما لما يبقى فيه خسارة او تعادل الناس كلها بتتكلم مع الماكسيا بالدنيا بتمشي ده ده في الكورة من ساعة ما لعبته كورة متفاهم ده طبعا وبحترمه جدا فيه ناس كتيرة برضو بتصفورت وده حاجة كويسة جدا هو بدعم المنتخب بشكل ما وده اللعبة محتاجة اللعبة دلوقتي محتاجة ان هم يحسوا ان فيه حد وراهم حد بيساعدهم طول الوقت مش عايزين يحسوا ان حد بيهدم فيهم والكلام ده كل اتمنى ان شاء الله ان الناس عمتا توقف وراء المنتخب زي ما وقفوا وراء البطولة اللي فاتت من ساعة دور المجموعات وقفوا مع اللعيبة شافوا اللعيبة عملت ايه اللعيبة كانت بيتموت نفسها في الملعب والناس نفسها ترعت قالت انت عملتوا اللي عليكم والموضوع خلص انا اتمنى اتمنى ان الناس برضو توقف وراء المنتخب اللعيبة كويسة جدا اللعيبة بيتموت نفسها فعلا في التمرين في المطشاط ممكن مش موفقين في النتيجة بس بجد ما فيش حد بيطلع من ملعب وحاس انه عنده مجهود المفروض يعمله فتاني الحاجة اللي اتمنىها من الناس انها توقف وراء المنتخب في الاخر ده اسم مصر وده حاجة بتشرفنا كلنا مفيش لعيب راح المنتخب وانا مش عايز اجي وانا مش عارف لا اللعيبة كلها عايز ان تلعب وعايز ان تبقى كويسة فعلى اقل اللي مش عايزوا له حاجة كويسة ما يقولش حاجة وحشة فيه ناس لسه صغيرة وفيه ناس لسه اول مرة تلعب البطولة فصعب عليهم ان الانتقاضات الكبيرة ده ممكن تأثر عليهم وانا بشوف اللعيبة بطريقة معاينة بحيث ان هم فيه ضغط عليهم فيه ناس تانية من الشدماتها فخلاص ده حاجة برضه كويسة بالنسبة للانتقاض انا على الاداء انا عارف منتخب من زمان فانا متفاهم جدا للناس ويقول لك ما بلعبش هنا ازاي هنا هتقدر الحاجة موجودة مدى الحقيقة فمعنديش مشكلة فيها اللي عايز اقول حاجة يقولها ده رائي ناس وانا بحترم من القراءة كلها وما افتكرش ان انا طلعت مرة رديت على حد او اعملت حاجة عشان هو كل واحد يقول له او اعايز بدي حرية رائي وكل واحد عنده سفيشيال ميديا او عنده حاجة ده رائي وهو عايز يقوله وانا احترمه الموضوع مش مقلل مني في حاجة خالص يعني مية في المية بتكلم مع العيبة في الموضوع ده يعني كنت معاهم بعد الموتش حتى قلت لهم يعني انا كنت كاري في فكرة ان ان العيبة عجيالة في الملعب ولقى ومش لقى واحجازي مش عايزي بس الشارة اللي هو خليه خليك فما تلبيسهاش لحجازي بس فكرة انه هو لا انتم مش بتعبوا كرة ليه انتم بتعبوا كرة للمتخب ونفسكوا قبل مني انا جزء صغير او في المنظومة دي فمتفاهم طبعا انه هو بدور علي ليه لان انا مش صغير انا عارف ايمة نفسه وعارف انا مين وفاهم برضه حتة النواة التحرر اللي يبقى موجود عنده وانه هو ممكن يكون احسن لكن في الاخر انا جزء من اللعب انا جزء كبير موجود في الملعب فهو بيحاول يستغليني بشكل معين وعارف ان انا هفيده بشكل كبير انت لو بسط لهم من الجنبي ده هتداري تشوف هل الحاجات اللي عملت تمامة منتخب وحشة لأ طب ما فكرتش فيها مش انت شخصيا يعني فكرتش فيها ليه بالشكل ده ان انا عملت ارقام وكل هيا كويسة فهيا هيا هو بيدور علي عشان عارف ان انا هقدر اعمل فرق بالنسبة لي منطقي يعني هلك فيش لاعب شفالي معانه يجي منتخب مصر كل اللعيب عايز يجي منتخب مصر يقولك مش مشكلة يعني ما جيش منتخب مصر كل اللعيب عايز تنعمل منتخب مصر هلك هبنلعب باسم مصر بنلعب باسم منتخبنا انا هقولك دلوقتي معلومة هتسمعها لأول مرة لأول مرة هتسمع هذه المعلومة لما تسأل محمد صلاح هل انت مستعد تلعب مع منتخب مصر الأولمبي الأولمبيات اللي جاية في التلاتة اللي هيتم اختياره من فوق السن قال ياريت قال انا عايز طبعا مع الاتفاق مع ليفربول بس قال انا عايز الأولمبيات اللي فاتت معرفش يروح محمد صلاح برضو طلب وضغط على ليفربول انه يسافر ومنفعش بس طلب وضغط انا بقولك كلمتين دول ليه يا سيدي مش هقولك ان محمد صلاح ده وطني وبيحب بلده وان كانت دي حقيقة مش هقولك الكلام اللي ما هتقعد تقوله اصلا مش حقيقش محمد صلاح في حواراته العالمية اللي انت بتسمعها وبتشوفها حتى مترجمة دايما بيتحدث عن فكرة الغيرة انه عايز حقيق ارقام وعايز حقيق انجازات وعايز حقيق بطولات وده المحرك الاساسي ليه في كل لعبه فمحمد صلاح ما بيضيعش فرصة يعني ايه يعني لو قادر يلعب مع منتخب مصر هيلعب لو قادر يسافر الولمبيات مع منتخب مصر الولمبي هيسافر يا سيدي مش عشان حبا في منتخب بلده وانا متأكد انه بيعشق تراب منتخب بلده عشان نفسه وبمناسبة نفسه يقولك ايه محمد صلاح عمل كده او يعني لقى من منتخب مصر حقيق الارقام دي كلها وعمل انجازات دي كلها نعم عشان نفسه او مش فاهم يعني ما طبيعي انا بحقق ارقام شخصية زي ما كريستيو بحقق ارقام شخصية ومسي بحقق ارقام شخصية بس مع الارقام الشخصية دي بحقق انجازات مع منتخبي بحقق انجازات مع عنديتي ما هو ده هي الحياة كده انت بتحاول تبقى اشتر موظف في شركتك وبتعمل ارقام عظيمة وبتاخد ارقام عظيمة بس شركتك كمان بتنجح عشان انت ناجح اما كلم على مسامة وظيفية تانية يعني ايه الغريب في ده يعني ماشي نروح ليه روي فيتوريا روي فيتوريا النهاردة تسأل في المؤتمر الصحفي هو انت ممكن تمشي من المنتخب او بيسألوه عن مستقبله يعني تحديدا الزميل الصحفي المصري هايثم التابع يسألوه عن مستقبلك مع منتخب مصر في حالة الخسارة بكرة من كاف فيديا او التعدل والخروج من البطولة فقبل ما روي فيتوريا يرد كان محمد صلاح راضت وقال لا مستمر نسمع ونرجع لك هايثم التابع بروم ايف بي من الممكن ان لا يتأهل منتخب مصر غدا سواء اذا خسرنا او تعادلنا او لم نحصل على مركز من افضل المراكز الثالث هل سيستمر سيد فيتوريا مع منتخب مصر ام سيتخذ قرارا بالاستقالة سيستمر نعم سيستمر طيب ده الجزء محمد صلاح راضت مصر مش متعودة بقالها 20 سنة انها تطلع من دور المجموعات صحية واعتقد ان شاء الله ما يحصلش يعني بس يعني والمؤتمر بيخلص مصر المؤتمر الاعلاني قرارت ان انا اسأل فيتوريا يعني يبدو في السنة ونص اللي باتوا بيتوريا معا مش حاجة من البطولة فطراء اللي انتنا تقلوا علي هو يعني انهل الجدل بعدها بدل عز وجه الكوش بيتوريا بس انا مسمعكش اجابته كان بيخص بس خدر اللي فهمنا انه فيه فيه مشروع اكبر شوية شاكره ليه انه هو شاكر هيسا من الاسف السوت مش واضح خالص الشبكة فيها مشكلة عنك تقريبا اه للتواصل بيه جدا الحقيقة ما نعارف اه ما نعارف طب كمل اه كده السوت واضح ان شاء الله يكمل اه لا كده سوريا يعني اللي فهمناه انه انه هو تكسل عالم تكسل عالم الامور ماشية يعني مشروعه مش هينهار لو قدر الله خرج غدا يعني من من تكسل امور هيسم هل عندك معلومات فيما يخص سفر محمد صلاح الى ليفربول وصلتك معلومات جديدة اصدر بيان وقال انه هو مش هيتسافر الا بعد المباراة ولكن البيان كان بيتضمن ان محمد محمد مش هتحوض وده النقطة الهام الا بعد دور نص النهائي بيختلف مع المتخب اعجابه يوم الجمعة صحيح هو مباراة ومباراة دور دور الاستاشر احنا الوقت قدام حقيقة اخرى اقضي حتى عن ربع النهائي حالة احالة مصر جعل لصفات يعني حسب ما اتمعناه هما هيسم اتبعي زيباننا الصحفي الرياضي من كودفور انا عاسف جدا مش ادرس معك خالص الشبكات بالمناسبة هناك صعبة جدا دايما التواصل بيننا وبالمجودين في كودفور صعبة جدا انا بشكرك شكرا جزيلا وبشكرك مع كل زملاء الصحفيين المصريين النهائي الموجودين في المؤتمر الصحفي كانت اسئلتهم ممتازة جدا يعني طيب قبل مباراة الغد ان شاء الله هيكون معايا عبر زوم الان روي اجواش المديل الفني السابق لمنتخب جاففردي والمدرب المساعد السابق بجهاز البرتغال جزوالدو فريرة في نادي الزمالك شكرا جزيلا لك بالتأكيد سعيد الاول ليك يخص مباراة الغد بين منتخب مصر ومنتخب كاففردي كيف ترى هذه المواجهة على ضوء ما قدمه كاففردي في البطولة حتى الان وبالنفس الامر منتخبنا الوطني منتخب المصري مساء الخير من بالغ سروري ان اتحدث معكم وبخصوص مباراة الغد ستكون ستكون مباراة مختلفة عن توقعاتنا نحن نتوقع نتوقع مصر تستحوذ على مباراة وتسيطر على المباراة ولكن العديد من السناريهات الخاصة بصعود مصر للدور المقبل ولأن مصر ستكون من المرشحين الأوائل لهذه البطولة حتى مع التعلق الكبير لمنتخب كاففردي في أول مباراة هل تتوقع أن كاففردي في مباراة الغد يلعب بتشكيلها مش أساسية ما يكونش عنده نفس الحماس والروح يلعب بيوم المباراة الأولى والثانية بعد ضمان السعود للدور القادم في المركز الأول حتى الآن هو أفضل فريق ست نقاط فبالتالي نعم يمكنك أن تقول أي شيء عن كاففردي قبل المباراة فبالتالي منصر وغانا هما كان المفضلتين للتأهل ولكن على أرضية الملعب كاففردي استحق أن يكون في مقدمة المجموعة وربما مباراة الغد تغير بعض الأمور بالنسبة للمجموعة وربما كاففردي يغير بعض الأشياء في تشكيلاتي وبعض اللاعبين لأن لديهم لعبين ذوي خبرة يحتاجون بعضا من الراحة طيب في اتجاه آخر كان لك تجربة عظيمة جدا مع نادي الزمالك مع المدير الفني السابق جزالدو فريرا أنباء كثيرة كانت في مصر خلال أيام الماضية إنه نادي الزمالك تحدث معك لتدريب الفريق الفترة القادمة هل تحدث معك أحد بالفعل لا حتى الآن أنا قضيت وقتا عظيما مع الزمالك حصلنا على دوري وكنا سعداء هناك ولكن لنرى ماذا سيحدث في المستقبل لكن حتى الآن لا يوجد أي شيء رسمي هل وصلك عرض رسمي أو عرض حتى شفاي من نادي مصر آخر غير نادي الزمالك حتى الآن بعض رفاق تحدثوا معي عن ربما من المحتمل مثل هذه الأمور أن آتي إلى مصر ولكن حتى الآن لم أتلقى أي عرض أي عرض رسمي ولكن فقط من خلال بعض المعارف وبعض الوكلاء عن طريق بعض الأندية للتفاوض معي أنا بشكرك شكرا جزيح على هذه المدخلة قبل أن مواجهة منتخب مصر ومنتخب كابفردي روي جواش الموديل أو الموديل الفني السابق لمنتخب كابفردي والمساعد لجزالدو فريرة في الجهاز الفني الأسبق لنادي الزمالك طيب نعرض في كالسلومة الأفريقية الجولة الثانية المغرب والكونغو الديمقراطية عدلاء إجابيا واحد واحد أشرف حكيم يتقدم للمغرب في ديئة 6 وكادومبا تعادل للكونغو في ديئة 76 بالمناسبة الكونغو كمان ضيعت ضرب الجزائي في هذه المواجهة الجميع في رومانسايس كابتن المغرب وأيضا وليد الرقائج اشتكوا كثيرا من درجات الحرارة ورطوبة العالية خاصة أنك تأول مباراة النهاردة كانت في الثانية زهرا بتوقيت كود ديفور والمغرب عانت فعلا بدنا جدا الشوت التاني وحصل بعد المباراة خناقة يعني خناقة قائد منتخب الكونغو تعرض لوليد الرقائج وتعرض لعيب المنتخب المغربي وحصلت أزمة بعد نهاية المباراة انتهت سريعا ووليد الرقائج قال أنه بيحترم كابتن منتخب الكونغو بس هذه التصرفات مش من المفترض أنها تحصل في بطولات كبيرة في حكاس لهم الأفريقيا النهاردة زنبيا تعادلت مع تنزانيا تنزانيا تقدمت أولا في الديئة 11 بعد كده تعادلت زنبيا في الديئة 89 رغم أن زنبيا لعبت من الشوت الأول منقوصة لعب بعد طرد أحد لعبي المنتخب جنوب أفريقيا النهاردة عادت مرة أخرى للواجهة وفازت على النبابيا بربعية نظيفة برستاو سجل الهدف الأول لمنتخب جنوب أفريقيا من ضرب الجزائي بعد ما أضع ضرب الجزائي في المباراة الماضية بسسدد النهاردة بشكل رائع جدا وبعد كده زواني سجل الهدف الثاني في الديئة 25 وكرر الزواني تسجيل الأهداف في الديئة 40 الهدف الثاني ليه والثالث ليه جنوب أفريقيا وبعد كده مسيكو سجل الهدف الأخير في الديئة 75 ده فيما يخص نتائج اليوم بعد الفاصل هيكون معايا واحد من الناس اللي احنا مشينا كلنا كل الناس اللي اشتغل في العامل الدي مشت على طريقهم أول واحد في مصر عمل استوديو تحليلي عرفنا يعني استوديو تحليلي أصلا منه ظهوره وصوته كان دائما مؤثر وبيسمعنا ودايما مركزين معاه ودايما إدارته ليه الحوارات أو الاستوديوات كانت إدارة رائعة وعظيمة له عندنا ذكريات تاريخية كثيرة وكثيرة وكثيرة المباراة ما كانتش هتبقى مباراة إلا بمتعة استوديو تحليلي يقدمه قبل المباراة وبعد المباراة الإعلامي القدير الأستاذ حسام الدين طرحات رئيس قناة تقنيل رياضة الأسبق وأحد أهم أهم يعلمين رياضيين للجنب في تاريخ مصر بعد الفاصل هيكون ديفي فيه رقم عشرة خليكم معنا يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى زي ما قلت كده قبل الفاصل عشان اللي ما سمعش يسمع تاني قبل الفاصل يعني كنت شاعد معنا إحنا اللي بنشتغل في الأعلام الرياضي في مصر كلنا تعلمنا من نمازج عظيمة جدا عدت على الأعلام المصري بشكل عام والأعلام الرياضي بشكل خاص هو واحد بقى من اللي بتقال عليهم من الرواد الناس اللي بدأت الناس اللي بتبدأ دايما بتلقائيا وعندونا عمد أنت بتلاقي نفسك بتكمل وراهم بتحاول تعمل زي ما هم عملوا بتحاول تعمل اللي هم عملوه لعل وعسى تنجح النجاح العظيم الباهر اللي نجحوه واحد من أهم أهم الناس اللي مرت على الأعلام الرياضي المصري واحد من الأسماء اللي بدأت دايما تدلوقتي عمد تسمع لستوديو التحليلي لستوديو تحليل امبراطي مش عارف ايه لستوديو تحليل امبراطي مش عارف ايه حتى في الوطن العرب مش بس بتكلم على حدود مصر يعني الناس اللي بدأت لستوديوات التحليلية في الإعلام المصري والعربي واحد من أهم الناس واحد من أول الناس أوائل الناس وهو أول واحد تلقائيا يعني الإعلام القدير أستاذ الكبير أستاذ حسام الدين فرحات رئيس قناة النيل الرياضة الأصبك والإعلامي الكبير يا فندم مشرف ومنور وجودك الله يخليك أنا شكر جدا لاستضافة أولا ثانيا الكلام الجميل يا فندم ده إحنا وحشنا السودة أصلا والله العظيم وحشنا السودة الله يخليك كسر الحمد لله الحكاية كانت حلوة ووقتها الميزة دايماً بقول وقتها حتى في أي حاجة تنقل على التلفزيون سواء رياضية أو غير رياضية إن أنت الشعب المصري كله مجتمع عليك إنت يعني اللي هو الناس كلها بتسمع صوتك إنت عايز أعرف اللحظات دي أنا أرجعك شوية عشان أرجعك كمان دايما السادة مشاهدين بيحبوا يرجعوا معنا للماضي الجميل ده الحكاية دي بدأت إزاي فكرة استوديوهات تحليلية في مصر دي بدأت إزاي هقول لحضرتك الفكرة يعني قديمة إحنا كنا بنستخدمها في إزاعة شباب برياضة عظيم طبعا اللي هو ما بين عند التنقل من ملعب إلى ملعب آخر كان إيه لما كنا مثلا بننقل في وقت واحد ست ماتشات فكان بيبقى في صعوبة إنك تعلق من كل ماتش من السابتة وإلا ده هيجي على حساب يعني الأخال الأهمية هيجي على حساب المهم صحيح فكنا فكرنا فيه إنه يبقى موجود في البوينت في الملعب محلل أو زميل يديلنا تقرير تقرير صغير ديئة ونصف أو ديئتين من هنا بدأت فكرة التحليل عظيم والفكرة دي تطورت حتى إنه لما قالوا بقى يلا قناة النيل الرياضة أيوة سنة ثمانية وتسعين يعني فكرت وأنا وزملاتي طبعا معايا الأستاذ عب فتح حسان طبعا أستاذ القوارش وشلت بقى الشلة الطالعية لقناة النيل الرياضة فحطينا الفكرة وكانت براقة الحية في الأول خالص وبعدين كنا نعمل عليها بروفات قبل ما نطلع هوا كنا نعمل بروفات كده على يعني تمثيل ننتحل صفات ونتكلم وننادي على بعض ونعمل ونكلم زمنا في الملعب ونقوله اعمل لقاء دلوقتي مع فلان فيجيب فلان على الهوى ويعمل معا لقاء يعني نشوف الحاجات دي من سنة تمانية وتسعين طبعا عشان بس أوضح للسادة المشاهدين إمكانيات مختلفة تماما عن الإمكانيات اللي موجودة دلوقتي فأكيد كنت بتواقق وبتاجي صعبات جمع في موضوع الإمكانيات طبعا كتيرة جدا لأنه هندسيا احنا عندنا هندسة يعني عباقرة طبعا في الهندسة الإذاعية وتلفزيون التفاصيل الصغيرة فبقوا يعني احنا نحلم ونقول يا جماعة هل الإمكانية دي موجودة يخلقوها الله يعني مثلا نفكرك بأيام كنا ننقل أكثر من مطش في إزاعة شباب بورياط هرجع تاني يعني فكنا يعني مش معقولة لما عمل أكثر من نقطة في مباراة واحدة زي ما عملناها تسعة وتمانين في آخر مطش قبل مصر تتأهل لكس العالم تسعين الله كان مصر الجزائر فالأستاذ حمد كونيسي قاعد معنا كان رئيس قناة الليلة الرياضة وأنا وحمد الليسي وقال لنا أنا عاوس حاجة جديدة فمخمخنا كذا وقلنا ممكن نعمل من المطش أكثر من بوينت ثلاثة بوينت أربعة بوينت وقال لك تبها هندسية دي نعملها ازاي يعني عشان يدخل الموزيع اللي حطينه مثلا بين الجمايير أنا عاوس دخاله على الهواء يدخل ازاي ففكره قاله طيب عشان ما نعملوش مونت بوينت هندسية لفي صعوبة في عملها قال لك يلبس راديو صغير يعني ياخد الأوردر من ودنه من الراديو وراديو في جيبه تمام أخي بابوش تريدها الراديوات على حسابنا ويخلي الراديو في ودانه وانت اشتريته على حسابك عشان تنجز المهمة تنجز المهمة ايه بالزبع ايه عشان انا ليه بحب اسمع التفاصيل دي يا فندم ايه عشان برضو ده اهم بقول ربنا يا رب يديكم جميعا كل الصحة الله بس انتو اللي اشتغلتو في الصعوبات يعني احنا برضو بنشتغل في حاجات مريحة وسهلة ايه واللي بنحلم بيه منتمنى باللاقيه لكن انتو اشتغلتو تقريبا مفيش امكانيات ده ده قده العصر وقتها يعني كان امكانيات وليه لا جد يعمل مثلا كابتن محمود الخطيب واحد يعمل كابتن حسن شحاتة ونمثل الستوديو التحليلية يبقى شكله عامل ازاي او الستوديو تحليلي بقى الحكاية بتاعته اكيد كوالسها وتفاصيلها السوديو التحليلي الاستاذ حسن حامد ربنا المنسيب الخير كان رئيس القطاع طبعا قطاع قناة متخصصة فبقول له انا بفكر اعمل فكرة عبارة عن كذا وكذا 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 قال لي حلوة حلوة اوي مين هجيبه ضيفه لازم يكون شخصية لها جمهارية واسعة جدا وقوية فقالت له ايه رأيك في محمود الخطيب قال لي معقولة تقدر ليجيبي كابتن محمود الخطيب ويعود انا اعرف انه مقل في التعامل مع التلفزيون بالذات التلفزيون انما هو صديق من الاذاعة وقديم يعني فكلمت كابتن محمود فقال لي شرحة قال لي شرحة قال لي نعمل بروفا هو نعمل بروفا بروفا يعني بالاجهزة في استوديو فعملنا بروفا وفيها الكابتن محمود الخطيب اه وهو موجود الله فعملنا بروفا وبينا ننقل وبعدين نرجع تاني ونروح الماتش ونيجي من الماتش هو الكابتن محمود قال لي انا عاوز دي هو العاوز هو العاوز الله هنكمل تدريبات مرتين ثلاثة ونبقى جاهزين ونطلع على هاو وفعلا صليعنا على هاو اول مرة اكتوبر اه ثمانية وتسعين في بداية الدور اللي عام اه بداء معه بداء المتشرو استاذ حسن قال فكرة جميلة جدا قال احن شغلينا اه فضائي وكانش لسا الناس انتشر ما بينهم الديش والاااااا والكلام دا صح فالمجهود ده هيديع فهو عنده قناه ارضي هاااا لفعلا دخل ستادي النيل فترة بتاعته على القناة القارفية فالناس بقى تشوفه في الشوارع والحارات والأذقة ومختلف أنحاء القاهرة الكبرى ويمكن حتى عشان زمان بساعة برضو عشان في الشباب صغير ما معرفش دوقتي مش كلنا وإحنا صغيرين كان عندنا دش في البيت ومن فرع أخوات فضائية لا 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 ودائما كان بفرع أخوات فضائية دي كنت نوعا نقوله إيه انت شفتها عدش حتى في الجملة الشاهدة انت شفت المطش ده عدش عدش مكانتش فيه الدنيا مكانتش مفتوحة كنا كلنا بنعتمد على القنوات الأرضية الاستوديو الأول ده كان فيه مين بقى محلدين محمود الخطيب بس الواحده اه 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 مش اللوات دي هو المحلل محلل رئيس واحد محلل واحد واحد مافيش أكثر من واحد هاي والفكرة انه يعني هو أنا عشان يبقى مصار التحليل والتعليق والكلام ده يبقى منسوب إليه منسوب إلي هذا الشخص النجم ليه لأنه مسؤول عن رأيه يعني هو ممكن يقول الكرة دي وحشة هو ممكن يقول كويسة يبقى مسؤول عن رأيه صح لقى هو عشان كده بيجيب نجمي كبير جدا بحيث ان هو لما يقول رأيه يبقى رأيه مسموع وما حدش يرده او ما يعني اللي مش عاجبه مش هيقول حاجة ايوه بالزبط كده ده كابت المحمود الخطيف عادي يعني بالزبط كده قبل الأول عسألك على قبل وبعد كده بعد عادة أنا ببنيجي مسلا نطلع في برنامج جديد نعمل برنامج جديد من نطلع بيه أول حلقة بيبقى فيه نواقص بيبقى فيه شوية عكوسات كده فيه شوية حاجات حصلت تلفناها يعني عفوا تلفناها بعد كده بس فيه شوية حاجات بتحصل أكيد انت فاكرها اللي ستوديو ده أكيد ما كانش ماشي سلمي مية في المية ايو طبعا أكيد فيه حاجات حصلت طبعا أولا احنا عملناها في ستوديو أكجارو في العمرة لجنب التلفزيون اها جهر مش في التلفزيون نفسه لا 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 مش في التلفزيون ليه لأنه له مواصفات و لوازم خاصة بيه عظيم يعني مثلا عشان انا اكلم الملعب لابد انه بقى فيه خط بشكل معين ومواصفات معينة مش موجود اللي هناك في الاستوديو المؤجر ده واشتغلنا على كده عادنا فترة سيزون كامل نزيع ستادي النيل من الاستوديو المؤجر عظيم لغاية ما جهز لنا بقى استوديو هنا في الماسبير عظيم ايه اللي حصل بقى اول يوم اول يوم انا بحاول بس افتح كان طبعا كان طبعا ومعنوياتنا عالية جدا طبعا وحبين حبين الشيء اللي احنا بنعملون وطلع جميل يعني اول يوم ده انا فاكر طلع جميل جدا وعلم مع الناس يعني بقت الناس انا واحد قال لي ان الناس بقت نادي على بعض في الشوارع والاصحاب يعني يقولك هات القناة عشرة عشرة دي الارضي اللي هي بتجيب المتخصص اهه اللي هي كريب اللي هي اللي تنقل منها شوارع المتش على القناة عشرة هات عشرة ممش ديش ده ارضي عشان يتفرج على استوديو التحليل عشان يتفرجوا على استوديو التحليل اهه اخي ببالك اتحاج دي ده بالنسبنة بشكل مخيف اه لدرجة انه هو كابتل محمول الخرطيب قال لي ما نجيب اعلان بقى اعلان اه اعلان نجيب اعلان وانتقول يا ريت هات اعلان يبقى بندخل حاجة للاتحاد وفعلا جيبنا اعلان يعني اوما بدينا كان معنا اعلانات اوما بدينا كان معنا اعلانات يعني مش مش اول حلقة تاني حلقة او تالت حلقة العميل يحب تطمن انه الحاجة بتاعته هتطلع يعني شيكو وفي حاجة لها كثافة في المشاهدة شايف الصورة العظيمة دي اه ده كافل الصورة التحليلي اه ده كافل الصورة التحليلي وده شكل اللاعبة في الملعب فالكافة محمود الخرطيب بيشرح من حبه في العملية دي اه صمم ملعب خشبي اللي هو اللي باين في الصورة ده وعمل 11 لعب لون و11 لعب لون تاني وبقى يشرح على الملعب ده مين اللي جاب الملعب ده أصلي هو جايبه معاه هو جايبه معاه دلوقتي احنا من جاي تاتش سكريم بقى وبيدينا لا لا ما طبعا هو كابتن محمود عشان كان عايز يتميز في كابتن محمود خطيب الأسطورة محمود خطيب كان عايز يتميز فجاب الحاجات دي معاه عشان يبدأ يشرح على الهواء شوف الحب أو العشق لهذا العمل انه يعني صمم وجاب حاجة كده بسيطة جدا وفي ناس يمكن يعني أخذتها بسخرية لا ما حديد الوقت دي في ناس يعني أخذتها بسخرية انما في الآخر ده اجتهات من الناس دي الناس دي تجتهد بتعمل طبعا كابتن محمود خطيب بقى الصورة دي عظيمة بصراحة الصورة تاريخية لا وجدت ما أنا قلت لحضرتك هو الكابتن محمود خطيب طبيعته طول عمره انه مقل في الإذاعة والتلفزيون مقل يعني مش أي حد يقوله تعالى يوميك لا هو لدرجة انه كتير مننا قالوا انه عنده يعني شوية من الخجل يعني يعني هو صح؟ عنده سنة كده فمش أي حد يقوله تعالى يجي لبي لما قلنا نستقر على كابتن محمود خطيب حتى ما فكرناش في حد تاني يعني هو وعربت عليه وكان متردد زي ما قلت الحدي بعد ما عمالنا بروفا على لايف كده بالكاميرات وبالستوديو وبالشغل ده كله طيب ده أول استوديو بعد كده قلتلي استوديو تاني وتالت ورابع امتى بدأ بدأ يخش أسماء جديدة غير كم تمحمود خطيب بعد السيزون الأولاني ده كان كم استوديو تقريبا كان انتو لا شوف بقى حضرتك استوديو هو اللي كان السيزون ستاشر أسبوع كان سبعتاشر أسبوع وكان الكابتن محمود خطيب هو اللي احنا بنتابع أسلوب انه يبقى نجم واحد هو اللي قاعد يحلل جميع المباريات حتى تتسق القصة يعني تبقى فيه يعني نقدر نقارن كلامه في مصر بتاعها انبارح صح مع النهاردة صح ليه لانه نفس الرأي من نفس الشخص نفس الرؤية خد بالك ما انا لما غير هتتغير الرؤية لا ما انا عاوز الناس بعودها على حاجة جديدة هي كانت خالص لغاية ما عدينا سيزون كامل و بعدين لقينا بقى يعني النساء اللي عايزة اه الناس تقول يعني شمعنا كابتن محمود الخطيب بس لما نجيب حد من الزمالك فبديت جبت لكابتن ابراهيم يوسف الله يرحم الله يرحم رحمة الله ابراهيم لما عرضت عليه ابراهيم يوسف قال هاجي مش البرنامجة اللي بعمله كابتن معاموض الخطيب هاجي وبتقف فجأة على طول عظيم اه فبقينا نعمل حلقة محمود الخطيب اه وحلقة ابراهيم يوسف اللي طرفها النادل الاهي اه تبقى دي معاموض الخطيب عظيم اللي طرفها زمالك بقى الكابتن ابراهيم آآ، بس وقتها كنت أسألك يابدو أستاذ عrobe استرجعت التاريخ افتكرت كنت أقولك استجداد أهل وزمالك بس. بس وقتها كنا بنزيع أهل وزمالك بس على ما أتذكر. آآ، آآآ. سأل دخس وينزيع كل الماتشط بس. جميع الماتشكات، معنا حقوق، جميع الماتشكات، وبعدين لدي قناار يكمدة يوضية. إزاي يعني أركز على ماتشوهون��ة راديو؟ آآ، كنت نزيع كل الماتشك. جميع الماتشهات. وكل المنشط كان عليها السنوات التحليهة ولا منشط الأقل والزمالك بس؟ لا أعتقد أنه كنا بنعمل جميع المنشط من السيزون الثاني لما جبنا إبراهيم يوسف من الزمالك جبنا معاه فاروق جعفر جبنا من الأهل طاير أبو زيد جبنا وهكذا بدنا بقى السعنة وبعدين يعني بقى جبنا مثلا حسام غويبة من المصري من المصري المرسعين جبنا لكابتن محمود بكر فترة بفترات رغم أنه هو معلق أساسي وإحنا ما نحبش ده يعني أنا كنت طول عمري أحب التخصص يعني المعلق معلق والمحلل محلل والمزيع مزيع والمراسل يعني لما خلط بينهم يعمل كونفيوجين عند المشاهد فتوسعت بقى بعد كده كابتن محمود بقى دخل مجالس الإدارة في النادي الأهلي وبتاع فبقت ايه صعبة عليه فبدأ يبتعد يبتعد شوية في سؤال جيب بقى لي لما شفت السورة هتطلنا يا جماعة السورة الحلوة اللي كانت معروضة دي في الإعلام في زمان المزيعين مقدمين للبرامج والستوديوهات ما كانوش في البدايات بتاعتهم نجوم كان دايما النجم هو لعب الكورة والحال الوقت هو لعب الكورة للنجم بس بدأ المزيع نفسه بقى ياخد نجومية بما زي لعب الكورة لما أنا مزيع هروح أجيب كابتن محمود الخطيب يحلل كلمك بصراحة يحلل بقى كل استوديوهات المباريات في الدوري ما حدش أصلا هياخد باله مني ده ده نجاب الأسطورة بنفسه الناس يقدر مركزها مع الكابتن محمود الخطيب انت بقى وانت بتاعرض محمود الخطيب ما كنتش ألام من ده ده العكس انا النجم بتاع الاستوديو لا ده العكس العكس صحيح ايوه اللي هو لما تبقى جنب نجم ايوه هتبقى نجم ايه الناس شايفاها بص عليه فانت جنبه ده دجاء هو ياخد عشرة من عشرة انت هتاخد ستة من عشرة سبعة من عشرة صحيح وهكذا كل تكرار في الاخر انا بيت امشي بالعربية على كبرى اكتوبر مرة لقيت واحد ينادي علي العربية ماشي جنبي واحنا ماشيين قبل محطة مصر انا راجع مروح فلقيت واحد قرب مني كده ماشي معاي وفتح الازاز وقال يا حسام يا فراحات انت مش عار بتعمل ايه وهات ايه اخي بالك يعني بدأ الواحد يبقى ايه تتعرف حتى انه يعني في النوادي وفي الاعادات بتاعت الناس بدأوا يشككوا في بدأوا تكلموا عن الموزيعين والمقدمين البرنامج النجم ده ما هو نجم خلاص بالظبط انت خبالك في المره يعني بلغني انه الناس تختلف يقولك هو فلان ده أهلاوة لزملكاوي انت خبالك دايما أنا توصلني لحاجات دي بفرح قوي ان هناك شك من هنا وشك من هنا لو ما حدش قال ده أهلاوة أو زملكاوي وانت ممكن يبقى لك انتماء بس عوره ما حد يعرف فيه ناس يقول ده زملكاوي فضيع وفيه ناس يقولك لا أهلاوي حلو ده ليه لأنه يدل على ان يبدل كل واحد حقه ممتاز يعني ما يركزي على ده واسيب ده لا فمشينا يعني البدايات هل حضرتك شايف انه الإعلامي أنا دايما أقول الجملة دي انه كلنا حبينا الكورة لحبنا الفريق مثل من وحنا أطفال صغيرة هل الإعلام المفهود يبقى معروف انتماءه بس يبقى كلامه موضوعي وسليم ولا مش من المفترض أبدا انه يبقى معروف انتماءه لا طبعا مش من المفترض أن يصنف المقدم برنامج أو المزيع لا يفترض انه يصنف كده أو كده ويبقى له هوية خاصة لا انت مفروض مقدم برنامج بتخاطب الجماهير في كل مكان وبتتكلم عن أندية منتشرة ولاها شعبيتها ولاها احترامة يجب انت تعطي كل منهم قدروا وحب طيب امت في موقف اتضيقت جدا وانت مروح دايما ما كانش في سوشيال ميديا بقى وقتها انه انت تشوف على الموبايل وانت مروح حد قالك مثلا كلمة انت لقى انت النهاردة قلت كلام مش مزبوط انت ظهرت في رئيتي النهاردة بس اكيد وفي حاجات تتخططها عادي امت مرت دايقت يعني حسيت انه لأ هنا فيه ظلم كبير علي لا لا ده ما حصلش ما حصلش لا 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 ما حصلش انه انا انتقدنا كتير احنا ما احناش يعني بطبيعا ده ادام طالع على شاشة هتنتقد انتقدونا كتير ناس كتير يعني بس مش كتير قوي يعني ناما كان هناك نقل في واحد ما اعجبوش حاجة معينة احنا قلنا فبيتكلموا بيقولوا بيعبر عن نفسه طب فيه مقال مثلا اتكتبت عنك قبل كده روح تكلمت صاحب المقال قلت له الكلام ده مش حقيق ومش مزبوط لا عمري عمري لم يحدث فيه فيه ناس اتكتبت حاجات كده هم مقلة الحقيقة انما لا هو حر يكتب كما يشاء وما انا مش لو هو عاوز تبرير اه او الضحر يعني انا مرة كنت بزيع ماتش وكان معايا كابتن طيرا وجيت وبعدين بين الشوتين جاني تليفون عفوا عفوا اثناء المبارة ما هي شغالة يعني بين الشوتين بنبع على او اثناء المبارة ما هي شغالة جالي تليفون الماتش كان ماتش طرفه الزمالك مع فريق اخر ايه قالك الحقنا فاندم بنصور تدريب النادي كاميرا بتاعتنا طلع في اردر تصوير تقرير بتصور تمرين النادي الاهلي عظيم و تصوبل المدرب الدايق لانه منع التصوير والاعلام فهجم على المصور وهو شايل الكاميرا فوقع قلت له كاميرا تكسرت قال لي لا الكاميرا ما تكسرتش كويسة بس دراتي انا بحكي لك الموقف اللي احنا فيه و احنا دراتي خرجنا قلت له اطلع على اسم قصر النيل تعمل محضر اسبات حالة وبعدين تعالي حلو كان معايا يعني زميل لما الموضوع ده قاله اهتم جدا وقال لي طبعا ده دي نبلغ فيها الجرايط تكتبها قلت له لا يمكن لن ان تحدث مع الاعلام في هذا الامر هذا امر خاص وخاص بالنادي الاهلي وحسابي مع النادي الاهلي انا مروح بعديها بكرة السمح بقى ان وانا مروح لقيت الموبايل بيضرب مين الكابتن سابت البطل رحمة الله عليه لا يرحم سابت البطل ايه يا استاذ حسام حصل صدر مننا النهاردة حاجة كذا 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 ضد الطأم بتاعك اللي انت بعته وانا باعتذر عن اللي حصل له يا سلام ولو سمحت هاجي بكرة واجهزولي ياريت يكون موجود الزميل المصور اللي كان شايل الكاميرا عشان اعتذر له هو نفسه و يعني بنفسنا يا سلام باعتباري مجير الكورة في ندلال يا سلام على الموقف العظيم قلت له تحب تيجي ساعة كم قال لي ساعة كذا فقلت له استاذ حسن حامد رئيس خطاعنا هيحصل كذا كذا فالاستاذ حسن حامد قال لي لما يجي الكابتن ثابت تعالوا على مكتبي فروحنا جاء انا قاعد لقيت كابتن ثابت البطل داخل علينا في الخطاع وفي ايده حاجة كده علبة كده وقلت له تعالوا رحت واخده على مكتب لست حسن حامد ودخلناه بتاع وجبنا له المصور والمخرج اللي كانوا موجودين فقام وقف واعتذر لهم وبس راسه وقال له انا المسؤول ويعتبر ان اللي حصل يعني كانوا ما حصلش والنادي الاهلي بعتلك الدرع بتاعه ده يا سلام درع النادي الاهلي يا سلام شوف اعتذر شوف قد ايه ثابت البطل ده كان انسان اكتر من رائع واستوعب الموقف في ثواني وانتهى الموقف لانه الكاميرا ما كسرتش ما جرلاش حاجة وكان ممكن وقتها رحمة الله عليك كابتن سابت البطل ليه كابر بقى وخا تتابل مع النادي الاهلي هتروح تنتقدني مسلا مش مشكلة من النادي اللي قال عندي جماهيرية ومش فرق معاها ده موقف حصل ومشكلة واخنئة ليه خايني نروح لحد عندك بعد زلة مش ثابت بطل الله يرحم يا سلام هلسا بكميين هذا الحوار الممتع جدا مع الاعلام القدير حسام الدين فرحات بعد الفاصل نواصل خليكم معنا دائم مشاهدي قناة النيل رياضة على جانب ثاري جدا في تاريخنا الرياضي من خلال ذكريات عزيزي المشاهدي قناة النيل رياضة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم مشاكلين او مشاكلين على المجهود الكبير ووزاة البرنامج ده يمتعنا بخدامة المدربين وخدامة اللعبين حركة بتحب الوقت ده ما حبوش زي عش كده كلنا بنكره خصوصا لما ديبقى قعدة حلوة مع ناسك والسلام عليكم الله يخليك أكذا أعزائي مشاهدي قناة النيل رياضة نصل بكم إلى نهاية سحرة نجم في سماء النيل النهاردة معايا نجم في سماء النيل أستاذ القدير سام الدين فرحات تخيل قاعد بحاور أسطورة زي أسطورة محمد الله عليه طريق سليم أسطورة محمد الله عليه كابتن محمود الجهري وأكيد أسطير كتير عدوا على البرنامج ده تحديد البرنامج ده بقى حكاية بعيدة عن السورية التحلية وهي سحركة تكلمني عنه شوية نجم في سماء النيل عشان يعني كان في أسطير وأسماء تاريخية في تاريخ ده أسبوعي زي محرك شفت كده ساعتين بنجيب الضيف يعني من جبت كابتن مصر كلهم تريبا زي مين كده فنفتكر كده معي يعني احنا شوفنا الوقت الكابتن إسليم والكابتن محمود الجهري مين تاني عدوا في البرنامج كتير يعني أنا جبت الكابتن شحتة طبعا وجبت علي أبو جريشة طبعا وجبت يعني كتير كابتن الخطيب كابتن طهير أبو زيد آآ آآ لا محمود الخطيب لا آآ لأنه في الستوديو وطهير أبو زيد لا لأنه بعد كده بقى في الستوديو بره آآ سوديو التحليلي أنا ما حبش تكرر ما أفتحش البداية لقي هنا فلان وهنا فلان آآ ما قرروش عشان ما احناوش لا طبعا آآ لا طبعا ده إعلام يعني مش واعي إلا قالت تتذكروا وبعد ما خلصت آآ محمود جاري يقوله له الفاظ بتاعته آآ يعني وأبدعها يعني مثلا لما لما تغلبنا من السعودية خمسة واحد أو أربعة واحد آآ كنا خارجين من كاس العالم يعيبنا كاس العالم تسعين آآ وبقالي روحنا نلعب كاس العالم للقارات في المكسيك طبعا ف فاتغلبنا من السعودية خمسة خمسة آآ فبقت الناس مش مصدقة فاستضافت بعد بعدها بفترة بعدها ففي في الصهرة دي قلت له كلمنا عن الهزيمة بتاعت المنتخب بتاعت في كاس عام مقترات من السعودية آآ ايه دي جت ازاي طبعا ده على فكرة مش تقليل من قيمة السعودية السعودية من عرضة وطول عمرهم يعني الناس متميزين كان منتخب محترم بس احنا كمان كنا في افضل مستويات حتى تحديدا في البطولة دي الفريق باري ده حاجة عملنا عملنا مباراتين رائعتين جدا امام بوليبيا والمكسيك على ما اتذكر ايوه كده لعيبنا السعودية وحصل اللي حصل واتغلبنا بس كنليها جروفة وفردي اتنين وثلاثة يقولي ايه يقولي ايه يعني اوتوبيس ووقع من على الطريق مش بتحصل شوف الفكرة وتوبيس ووقع عمل حدثة مش بتحصل دي بتحصل يعني عاوز يقولك اكسدنت اللي حصل ده حدثة ما هوش طبيعي اه مش طبيعي اللي هي السيسناءات اللي ممكن تحصل في اي وقت وتيجي بشكل ايه قاسي اه احيانا بيبقى لما بني بقى فيه ديوف فيه ديف بيبقى شخص لا يتحمل الأسئلة القوية يعني ويبقى ردود افعاله فيها ديء من الأسئلة وكيد حلوك تعرضت الكثير من هزي المواقع فيه وفيه ديوف تانية اللي حمدوا عليهم ايه الدفل المريح ده اللي هو يسأله اي سؤال يجاوبني على طوله ما بيفكرش كتير مين الدفل اللي انت لما كنت بتسأله كان دايما هجومي اللي هو مش عايز يجاوب يا اما بيقول ليه السؤال دوت يا اما بيحاول يهرب من السؤال هو اولاي الحكاية دي لانه هو لو من النوع اللي هيرفض مش هيجيلك أصلا عشان عارف هيحاول اه طبع لانه هو مش عاجبه اللي بيعملوه الناس دي هو مش عاجبه فمش هيجيلك أصلا انه بدن جاء خلاص استجاب اذا فهو حابب ده ومؤهل نفسه انه يرد ويتكلم ويرد على كل سؤال وكل السفسار يعني عندك مثلا شوق غريب يبقى معاك يعني أحلى لقاءات وانتروفيوهات كانت مع شوق غريب تعرف شوق غريب ده كان خطير طبعا كان يتحط شوق غريب التشكيل يتحط شوق غريب وبدأ يعملو البيت في فرق صح اه كابتن عب صارح الوحش طبعا كابتن شوق غريب اسم عظيم مين بعد الحوار قالك أنا زعلت منك اه سألتني أسئلة او جاوبك بس قالك أنا زعلان لا ما في يمكن الكابتن طاهر كابتن طاهر طاهر ابو زيد طاهر ابو زيد لأنه طول عمره كابتن طاهر ابو زيد متفرد له شخصية خاصة بي صح أغبالك طبعا ودي يمكن خلته يعني له اميج خاص بي وهو يعني الحقيقة طاهر ابو زيد ده كان يعني سيدة الوزير بقى معلش حبيبنا جميع عزرا لا حبيبنا يزعل منك ليه؟ لا لا هو مش لسبب معين إنما هو يحب اللي تبقى مريحه في الأسئلة اه ما تدينيش أسئلة صعبة اه ما تدينيش أسئلة صعبة مين مين في مرة كنت بتحبه جدا وانت بتابل مع الحوار صديقك يعني وبتحبه جدا اه فقلت ايه مش هتقل عليه قوي مش هدوس عليه في الأسئلة قوي لا لا احنا بنشغل كنا بنحب نفسنا جدا ايوه وعاوزين شغلنا يا جعش حلوك بلنا دي اه اه بنحب نفسنا اه انت لازم تكون كموزيع طبعا حابب نفسك قبل ما تحب قبل ما تحب الاخرين صحيح ولما تحب نفسك بشكل سوي مش مرضي ايه مش بتازل لحواليك مش مرضي صحيح هو في حب مرضي اه لو الانانية بقى وكره الاخرين لا لو انت كده هتبصت لقيك ثلث جدا وفيش اي مشكلة تحب شغلكه بس اه طبعا طيب وهتبع حريس على انه يبقى طالح حلو وشيق للجمهور حلو لو حضرك بكرة طلع في حلقة ومفروض تتكلم على منتخب مصر وما يحدث في كاس الامر الافريكي في الوقت الحالي والظروف اللي بيمر بها منتخب مصر والتشكيل وقصة صلاح واحنا عايزين ايه من منتخب لنهاية البطولة هتقول ايه هو كلام كتير طبعا يعني لازم اقود اه لازم اقود انا حب استاد المشاهدين دلوقتي يسمعوك اه لازم اتكلم عن البطولة دي الجولتين اللي تمه في جولتين تمت صحية في البطولة دي من اغرب ما يمكن يعني لم يحدث هذا اولا نمر واحد كان مهائل من الاهداف مبارا ستة اربعة اتنين مش النهاردة لسه اربعة صفرة من شغية اللي هو جنوب افريقيا على نميبيا نميبيا فده اولا كان مهائل من الاهداف حتى مصر اتنين 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 يعني اربع اهداف و اربع اهداف صحية مباراتين دي نمر واحد انا هتكلم عن البطولة التي تشهد اغتيال او اكل الكبار ها الكبار في لو انت امن نفسك و لك زخيرك وتاخد المسألة جد يا اما هتتضرب اضربك اصغر واحد انت خبالك يعني النهاردة مين على قمة المجموعة بتاعت مصر كامفيردي كامفيردي ستة نقاط صحية من مطشين اتنين حد يصدق ده حد يصدقه انت فهم يعني تكسب غانا هي هتلعب هتلعبنا كامفيردي هتلعبنا و كسبت غانا و كسبت موزنبيق و كسبت موزنبيق صحية دي لدي نمر اتنين اللي هي ظاهرت انه ما فيش بقى صغار صحية و ان الكبار بيدقرب صحية بتم ضربهم صحية على الاشهات صحية يعني نحترم قوي بقى اللي مصر بتعمله يعني شوف شوف انت كل الدول العربية الفرع العربية كلها يعني تعاني لا تعاني صحية نفس الظروف مصر تونس والجزائق وحتى مغرب تعالت النهار يعني ما نعودش ننقد بشكل سلبي ونبس يعني روح هزيمة أو روح سلبيا لا لا دي كرة ورياضة وبعدين نمر اثنين افريقيا بتتغير ولسمانا كمان اتغير يعني نمر ثلاثة بقى الاساليب الهجومية النهاردة ما فيش فرقة بتلعب دفاعي انت خبالك كله هجوم وكرة مفتوحة الجيمات مفتوحة ولا عزاءة يعني مش جاهز لا عزاء لا لا عزاء للي مش جاهز للمنتخبات ولا لعبين للمنتخبات بجمع منتخبات مش لعبين متفاعل ان شاء الله المنتخبنا في البطولة دي والله عندي تفاعل والله أما ليه الله يكرمك عندي تفاعل نحن لعبنا شوت التاني قدام غانا قدام غانا لو استمرنا كده زي شوت التاني قدام غانا هناخد البطولة نكسب البطولة نستغربي إن شاء الله احنا سنته وتمانين لما كانت الأمم هنا في القاهرة عندنا في مصر يعني اتغلبنا أول ماشي أول ماشي اتغلبنا من سنغال غلبنا واحد صفر وكسبنا البطولة بعدها وكسبنا البطولة صح صح انت خبالك صح يا فما يعني أنا متفائل بإذن الله إن الفرقة والفرقة رجالة وعندهم مقدرة ومتحملهم مسؤولين بإذن الله صح صح أنا عايز أقول لك حاجة مهمة جدا إنه إحنا بدأنا أعمل البرنامج ده وإحنا بدأنا أعمل رقم عشرة فيه الحمد لله ربنا قربنا بشوية علامات عدوا على البرنامج ده عايز أقول لك حاجة بكل احترام وتقدير لحضرتك دي من أهم الحاجات وأهم الحلقات وأهم الفقرات اللي عملناها فراقم عشرة فأنا من كل قلبي بشكر حضرتك بإسمي وبإسمي فريق عمل البرنامج دي أنا اللي أشكرك على تشريفك لينا حقيقي أشكرك أشكرك يا فنم شكرا جزيلا شكرا جزيلا أنا لسه مكملين مع حضراتكم بعد هذا اللقاء العظيم أنا متأكد أن حرارتكم دلقتي قاعدين مبسوطين جدا دايما ما بحبش أكفر الده بس أنا ببقى متأكد ومتصور وشوفت تعليقات حرارتكم نفتح بسرتك العظيمة سرتك الشخصية والإعلامية الكبيرة بعد الفاصل الكابتن الكبير كابتن علاء عبدالغاني الجمينات الزمالك الأسبق خليكم مجزيل يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى مشرفني ومنورني الكابتن الكبير كابتن علاء عبدالغاني جمينات الزمالك الأسبق يا كابتن علاء منور الدنيا برامج برامج متشافها بشكل قويس جدا وإنت كمان أعلام ناجح طبعا ده شرف لا accelerate خلاص كم ساعة ومنتخبنا الوطني يلعب آخر مباراة في دور المجموعات في كأس النوم الأفريقية ولا بديل عن الفوز إن شاء الله متفائل فرحان حاسس إنه ربنا هيكرمنا ولا لسه عايش على الزعل بتاع أول مباراتين زي بعض الناس لا دايما متفائل إحنا دايما كمحللين أو الناس بتحب الكرة شوية تفائلوا كله بالشطة التين بتاع مرشل الفائل هو ده منتخب مصر هو ده الشكل اللي إحنا كنا منتظرين من أول بطولة تحرر للعيبة بشكل كبير جدا إحنا فرقة أجومية مش فرقة دفعية ناس كتير جدا بتكلم عن مدرب وشخصية المدرب وتغيرات ومشتغيرات ده منتخب مصر ولما تحطينا في موقف صعب شوية اللعيبة ظهرت بشكل كراس جدا في بعض حاجات كده الواحد مش عاجبه فيها اللي هو مستوى اللعيبة ببعض الأحيان منها الجو ومنها مش عارف كذا فأنا بكل الحاجات اللي موجودة منتخب مصر منتخب مصر عشان بكرة أستنى إن أنا أكسب كاب فردي أو إن أنا أتعادل أو إن أنا أصعد حاجة بالنسبة لنا بزعالنا كلنا إنما أنا بقولك الشكل اللي بانوا عليه آخر مورادة ده اللي إحنا محتاجين متخب مصر متخب كبير جدا أكبر متخب واخد بطولات صحيح السنة اللي قبل اللي فاتت نهاء البطولة بشكل كويس جدا كاس العالم مفنشين برضو بدربات جزاء نفس اللي عندنا المتخب قوي بمجموعة العيبة اللي كلها اللي موجودة حتى الكلام صح حتى صلاح أنا أكيد الكلام اللي انت قلت في الأول للناس اللي واليومين دولوا أو مبارح أو النهاردة أو ليفربول أو أو صلاح كي مكبيرة جدا أيوا بالنسبة لنا أيوا تاريخ بالنسبة لنا هو عمل لنفسه تاريخ هيبدل موجود طول العمر صحيح حدش عمل اللي عمله صلاح صحيح صلاح من اللعيبة كبيرة ممكن يا كريم ما تبقاش في مستواك وارد وارد بشكل كبير جدا تبقاش في مستواك أعظم لعيبة في العالم ومنهم محمد صلاح ممكن يبقاش في مستواك جدا جدا ننتقد آه ننتقد بس ننتقد بيهدوء أيوا ملاش تجريح أيوا لأن الراجل من العيبة اللي عمله اسم المصري كبير جدا بره اللي ما بتمشي بره أصلا مجيبوش غير تصير الصلاح على فكرة بالمناسبة لنت قلت حاجة مهمة جدا لما بنيجي مثلا ودايما بتحفز على كلمة إن احنا ندافع عن صلاح دي عشان صلاح مش محتاج إن احنا ندافع عنه بس الجزء اللي بيدافع محمد صلاح وشايف إن محمد صلاح ما بيعملش المشاكل اللي بعض الناس شايفاها دي كلها يقول لك أنت بيدافع عن صلاح لها وأحرام يعني أن ننتقد محمد صلاح لا ننتقد يا فندم محمد صلاح احنا هنا بنا ننتقد ميسي وكيسانه ندل ميسي ليا مطش وحش صح كريم احنا أول مباراة احنا ننتقدنا الراجل إنه ما غيرش يا صلاح بزرق صلاح مش في يوم ما فيه يغير إنما بالنهاردة بعد ما بيحصل كده أصلا فيه الناس كتير جدا بتتكلم أصلا صلاح أصلا مش مصاب أصلا هو عايز يسافر برا يا جماعة صراحش يغوف صراح بيحب اللعبة في شكل الويس جدا صراح في الليفربول ما بيحبش يخرج حتى لو هو وحش دايما مع منتخب مصر مع منتخب مصر لما يجيلك إصابة لما يجيلك إصابة زي كده احنا اللعابة كرة عارفين يعني هي خلفية خلفية دي بتاخد وقت كتير جدا يعني هي خلفية لما يجينا ما لازم أغير عشان ما تزيدش عندي صراح النهاردة الليفربول عايزه ده حاجة من حاجتين الراجل عايز يحافظ عليه بشكل كويس هو مكمل مع الليفربول في الفترة اللي جاي بتاخد بصر انت عندك 3-4 متشاط 5 متشاط لنهي إن شاء الله ربنا يكرمنا نصعد يعني فأنت مش محتاجه للوقت الصغير ده بعد كده هو مكمل في الليفربول بالنسبة لليفربول صاروة هو بالنسبة لمصر برضو صاروة بس دلوقتي محمد وجوده في المنتخب مش مفيد لو بمعنى إيه إنه مش هلعب أنا مش هلعب مش موجود لتعالج بشكل كويس عشان نرجع بس أبرافق عليك عشان يرجع بس عشان في رأي برضو هيقولك إيه إنه طب لأ موجوده مهم في المنتخب حتى لو مش هيلعب عشان خاطر يبقى قائد المنتخب ويلم المنتخب ويلم الفرقة أما تلعب مباريات كويس ورأي التاني يقولك لأ هو يسافر الليفربول عادي يتعالج يمكن يلحق يتعالج ويلعب معنا مطشين في الآخر أحسن مايلعبش هو ده الصح اللي احنا بتتكلم فيه محمد شايف الموضوع هم أنك شايفين في الموضوع عفريقيا الموضوع ده بلومين ثلاثة من أول ما تصاب على فكرة بالزبط مش من النهاردة هو فيه مكالمات وفيه حوارات وكذا كذا أن الراجل ده يحفظوا عليه ومما بتدينهم ويعود له وخفي إن شاء الله يكون موجود ناس كتير بتتكلم النهاردة ممكن هناك يخف يلعب معتشات دوري إزاي يلعب معتشات دوري يعني منتخب مصر يشغل في البطولة وهناك يخف يلعب هناك ده تبقى الموضوع مش كده هو التخوين والبتاع مش في وقت فيه ناس كتير مخوينة جدا بشكل عارة صلاح جدا 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 عارة جدا اللوحة والله عظيمة أنا عارضة أنا بستعجب القوميتي القنوات القوميتي الناس أنا عارضة ياخدوا ترين دي بقى وليه مش عارف إن صلاح ما لأ وجوده في المنتخب أصلا ما بيقديش ماشي في حاجة اسمها شغف جماهيري محمد صلاح من نوعية اللعيبة اللي دايما بيحب لعب تحت ضغط جماهيري صلاح أنت النهاردة عندكش في مصر ضغط جماهيري بالمناسبة كابتالي لو تسمحنا تناقش معك في دي هو كل واحد عنده رأي هو رأي جاي من غيره على منتخب بلده يعني أنت رأيك غير رأيي وغير رأيي واحد ثالث كلنا غيرين على منتخب مصر بس حالو إن إحنا نقول كلام منطقي وكلام الناس تفهمه مش اللي هو أقول كلامه وخلاص أنا متفهم والله إن كل اللي قاله أراء سواء من جماهير أو زملائنا هو غيران كمان على منتخب مصر مش إحنا مش إحنا وإنت بس اللي عادين هنا غيران أحيانا بشوفها غيره مش بحسها غيره تانية مختلفة يعني أعرفش هلحس إنها غيره مش حميمة عارف اللي هو إيه بشوفها بشوفها في عينيس معرفش أو بحسها منهم إن دايما عايزين صلاح مش كويس دايما فبقوله لا إن لازم في حاجات تختلف دي شوية أولا في نوعية هناك مختلفة جدا نوعية الدورة مختلفة اللعيبة اللي بلعب مع مختلفين هنا الشغل مختلف شوية في المنتخب إنت قائد المنتخب إنت اللي مفروض شايل كل حاجة أجواء اللي بتلعب فيها كذا كذا فهي مختلفة تماما العكس إنها ماشي هناك بشكل منتظم كده بشكل جيد فصلاح لازم نكون نفرق بين حاجتيين أولا إن هو العيب كبير جدا ما ينفعش نخونه ما ينفعش نتكلم عليه بشكل وحش آه بس إن مش في مستوى ننتقد بس إن ننتقد بهدوء مش بحاجة جامدة وجوده وجود محمد صلاح في المنتخب مصر دلوقتي أنا كشايفك علاء لا ما ينفعش لازم أتعالج بشكل كويس هناك اللي فربورة يحفظوا عليه كويس إنت النهاردة في المنتخب ما عندكش الأجواء اللي اتعالج هناك كويس إنت مش في مصر أنت فكرت ببور هناك فخصة العلاج إنك مش هتبقى كويسة جدا في لابور اتعالج بشكل كويس عندما ينفعش نصعد قبل نهاء نهاء يكون موجود هاي هنسي محمد صلاح شوية ناشا ونروح بقى للمنتخب عشان ماتش خلاص كم ساعة للأسف إحنا غصبا عندنا كلنا روحنا للحكاية دي غصبا عندنا بطبيعة الحال يعني شايف التشكيلة المناسبة للمبارازة دي تكون عاملة إزاي طبعا الرأي الأول أخير اللي رأي فيتوريا بس دي ها من دردش مع بعض شايف التشكيلة اللي هتكون مناسبة لتخلينها إن شاء الله نكسب ونسعد للدور القادم أولا أولا يعني بالشوت الثاني هو ده منتخب ماتش زي ما كلمتك في الأول صحيح إحنا من اللعيبة دايما اللي بحب نهاجم في شكل هجومه النهاردة اللي ما بتدي اللعيبة ببعض تحفزوط شوية وإنك بتلعب بمراكز ما بفعلش يتحركوا هنا أو هنا بيبقى اللاعب نمطي إحنا جربنا ده أول ماتشين أو أول ماتشة أو أول شوت لما حصل إن صلاح اتعور مش صلاح خرج فرقة بيت كويسة خالص بالعكس هو أنت نزلت حد اشتغل شوية عشان صلاح ما كانش في مستوى أو كان مصاب ممكن يعني أنا شايف إن مصطفى فتحي وجوده مهم جدا في المكان ده وكنا منتكلم على المنبادري من اللعيبة المهارية دايما الأفارقة أو اللعيبة أصحاب البشرة الصمراء يعني هاكل لنا أفارقة دايما حتة ترئيس وحدة الواحد ضد واحد عندنا اللعيبة مهارية بشكل كبير جدا في الحتة اللي قدية وانت شفت وراء الأخيرة أنا مصطفى فتح كما بلعب ناحة المين مصطفى محمد روح مكانه ترزجيل لما نزل بقى هنا مربوش نزل في نص الملعب عندك اتنين نص الملعب محدش فيه من نمطي كلهم اتنين بتحرقهم فاهم فأنا محتاجي اتنين في نص الملعب زي المباراة اللي فاتت بالظبط يعني إمام ممكن يكمل أنا وحمدي فتح أو إمام ومروان بشكل كبير وعند الأربع قدامه تحررين بشكل كبير ممكن زيزو مكان مصطفى فتح انت عندك في الحتة اللي قدامه فيه مورونة انك تشتغل فيه أنا بالنسبة لك علاءة التشكيل سهل جدا شناوي شناوي عبد المنعم حجازي ناحية اليمين محمد هاني ناحية الشمال محمد حمدي نص الملعب حمدي فتحي وإمام عشور نفس الاتنين بالظبط والأربع قدامه تحررين هلعب بالظبط زي ما نزل تريس جيف نص الملعب تمانية بس بيكمل برضو ويدخل بعمر مرموش فرود برضو بيخفض القرنة دي لنحد الشمال عمر مرموش ومصطفى محمد ومصطفى فتح دول اللي نشتغل زيزو ممكن زيزو أو مصطفى فتحي على حسب بس اللي في هنش المباراة الأخيرة كان مصطفى بشكل كويس جدا وزيزو بيشتغلها كويس فانا عندي مصطفى فتح اللي جيت رجليه كانت مجهودة في الملعب المرش الأخير فده اللي يكمل بي ليه اخترت محمد هاني مش عمر كمال محمد من نوعية اللعيبة شوية شوية محافظ شوية عايزين نحافظ على الحتة الهارة نحن انت بتلعب فرقة مختلفة دفاعية ممكن يبقى أفضل من عمر شوية أفضل عمر هجومي شوية وبيتير شوية حتى برضو محمد حمد من اللعيبة ده برضو الدفاعية شوية وانا محتاجة اللي اتنين دول يوقفوا شوية ده ما انا عندي كسافة وليدي هجومية انت عندك كسافة وعندك اتنين تلاتة في نص ملعب كمان بيكملهم دعمان بيكمل وعندك كمان تلزجيب يكمل الوحيد اللي هيبقى ثابت لحمدي لمروان عطي حد فيهم الاتنين يعني بس اعتقد او الحمد لله هي لعب يعني الاتنين اللي يكونوا سابتين انت بتلعب فرقة هجومية فرقة كويسة بتلعب كرة كويسة جدا من احسن فرقة بطولة غير دلوقتي ده الحصان لسوي بتاع البطولة ايوه انا بعتبرهم كده ايوه طبعا مجموعة شباب كانوا موجودين من اوله وخمس ست سنين مع مدرب شاطر جدا شوفناهم حتى البطولة اللي فاتت بقدوا اداء كويس جدا المباراين الاخيرين اقنعونا اقنعونا بشكل فرقة بمستوى اللعيبة حتى في الحتة الهجومية كويسة جدا فرقة بيتدفعش ما بينزلوش تحت الكرة زي فرقة كتير جدا لا ده بلعاب كرة مفتوحة صحيح عندهم مميزات كويسة لازم نقفل عليه ولازم في توريا حتى كمان يكون فرج اللعيبة على المشاطة بتاعيتهم اثنين لعيبة عندهم في العيبة في نص الملعب منكم من اقوى من اقوى اللعيبة شوفتها بيشطن يعني فيه 3-4 كرة مباراة الاخيرة لو شوفتوا كرتين الكرة اللي جات في العرضة قبل بكرة بتيه جوا فيه العيبة عندهم رقم عشرة انا مش متذكر اسمه مش راكل كويس يعني يجيب ده اخضر اللعيب فيه نحاول نقفل الحتة دي في نص الملعب التاني حاجة من اول دقيقة في المباراة لازم نشط تاني لازم نهاجم لازم يجيب جوا ما نستناش ما نستناش لما نروح شوية تاني بحيس ان المتخم مصر في مباراة موزنبيك ضيع وقت كتير غيرنا ضيع وقت كتير يعني عندنا 45 دي بنهدرها كده هو انت بتحطي تحت ضغط انا نفس اللي اما بتحطي تحت ضغط وتحرر من اول مباراة ايوه 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 ماشي سهل والصعب من نسبلك انت اللي بتسهله انت عندك القدرات اعلى من اللعبة دي بكتير جدا اولك قدرات فنية قدرات تاريخ كمان انت راجل النارده نازل باسمك الناس نازدالك عاملك الف حساب للمنتخب مصر نازل وخاف منك الراجل اللي تكلف في مقتمر الصحفة قالك ما لعب البطل صح البطل كان استغال بس الراجل قالك انا هلعب البطل ممكن تريح لعيبة قال ممكن ومش ممكن بس انا عايز اكسب مقتخب مصر لان بالنسبة له هيبقى تاريخ صح ورابطه مدرر بحق مشروع بالنسبة له لان اكسب المباراة شاني بقت كذبان تلات مطشوات وكذبان منتخب مصر صعد اول مجموعة وحدش عملها النهاردة بتسعبون دلغير دلوقتي ايوه فهو بيدور على الحاجة زي كده اه اتمنى ان شاء الله يكوني التشكيل زي ما بتكلمك عليه كده واللعيبة بص اي حد ممكن يلعب وممكن اي حد يلعب اي تشكيل صح بس انت النهاردة روح وانت نازل في الملعب شخصيتك انت كالعيد صح والمباراة شغالة يا كريم احنا كنا متابعين ده ما كنت بتابع السوشيال ميديا والمطشو كان ناسا بتكلم على طرق حامد اه وازي طرق بقاش موجود في المنتخب اه ازي مش عارف اللعيبة تعال بيكلموا عن ناس دي الناس دي اللي كان عندها روح اه الناس دي اللي دايما في الملعب بتموت نفسها لما حجز المباراة الاخيرة كان كويس اخنع الناس صح المطشو اللي قابله كان الناس يقول لك يا سوء إبراهيم ما كان حجازي فانت النهار دا ما بتقدي بشكل كويس وبتموت نفسك في الملعب الناس شايفة ده امام عشور التناقض شوط اول ليه امام عشور بيلعب شوط تاني كان عامل شوط تاني عظيم جدا هو نفس اللاعب وشخصيتك انت شخصيتك انت كلعب بتتفرض على نفسها في الملعب صح بلصني في حاجة تاني نروحك في لعبك خرى النهار دا روح ممكن في المباراة بيضغير خمسين الف طرق في المباراة مبدأ 4-3-3 مبدأ 4-2-2-3-1 في طرق كتير جدا يا كريم وبتختلف في المباراة نفسها بالستة بتحالتك وشخصيتك فالمباراة نفسها انت عايزي النهار دا عندنا هدف معين صعودي للمباراة اللي جاء بعد كده بس ان شاء الله نسعى التاني مجموعة نسعى التالية مجموعة ونستنى الحسابات أصلي دا احنا نكسبنا تاني مجموعة ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله هما طمنونا قوي يعني طمنونا قوي في التلت ساعة في الربع ساعة اللي بتاعت ممكن نكسب فيهم دول صح هيدا اللي عملت كده جابتنا علاقة نورت وشرفت وبعد زلك عشوات الوقت طبعا أنا باجي أتعلم عليك طبعا يا حبيبي نارضا أنا شرفني جدا ما يكون موجود حتى لو ديها واحدة يا حبيبي غالي والله يا ربي خليك اشكرك شكرا جزيلا دا كان اختام حلقتنا النهاردة من رقم 10 يا رب تكونوا استمتعتوا معنا اشوفكم يا رب على بخير